اشتركوا في القناة سيدافع عن الجنوب من اعتداءات ميليشيا الحوثي ولن يسمح بوقائه في موديليات شبوه محافظ حضرموت يترأس اجتماعاً للوقوف أمام التزام المحافظة من منحة المشتقات النفطية السعودية وقفة احتجاجية لموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت بلادنا تشارك في المعرض الدولي اكسبو دبي 2020 اهلا بكم استقبل رئيس مجلس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك في العاصمة عدنا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا السيد هانز وتبادل رئيس الوزراء مع المبعوث الأممي وجهات النظر حول ما تضمنته إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن وما تحمله من أفكار منطلقات ونتائج جولته التي عقبتها ولقاءاته بعدد من الأطراف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية والمعانات الإنسانية والدور المعول على الأمم المتحدة في المساهمة بشكل فاعل في دعم جهود الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين وتطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة للتعاون مع الحرب الحوثية المستمرة وما خلفته من كارثة إنسانية على المستوى الاقتصادي والإنساني وأشار رئيس حكومة المناصفة إلى الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بدوره لفت المبعوث الأممي إلى أن العودة إلى استكمال تنفيذ اتفاق الرياض مهم ومحوري ومعالجة الوضع الاقتصادي المقلق ودعم الحكومة في هذا الجالب أكد رئيس المجلس الانتقالية الجنوبي عد روس الزبيدي دعم المجلس لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى بلادنا في كل الخطوات التي من شأنها الوصول إلى بدء عملية سياسية شاملة وأن اتفاق الرياض يمثل محطة مهمة على طريق إرساء دعائم العملية السياسية وإحلال السلام في الجنوب وكافة البلاد جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عدن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد هانز وفي اللقاء قدم الرئيس الزبيدي شرح مفصل حول الوضع الاقتصادي والأنساني في البلاد مؤكدا على أن المجلس حريصا على دعم العمل الحكومي لتحسين مجمل الأوضاع مشددا على أن مشاركة المجلس في عملية السلام أساسية ولابد أن يشمل حضوره في كافة مراحل العملية السياسية كطرف رئيسي كما أشار الزبيدي إلى موقف المجلس الداعم لوقف إطلاق النار وضرورة أن توافق جميع الأطراف على ذلك دون اشتراطات وأكد حاجة المجتمع الدولي لمنح المبعوث الخاص تفويذا حقيقي يعكس واقع الأطراف على الأرض والقضايا الوطنية في طلعتها قضية شعب الجنوب مضيفا بأن التصعيد العسكري الميليشيات الحوثي سيعقد فرص الحل السياسي والاستقرار وسيضاعف الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي مؤكدا أن المجلس سيدافع عن الجنوب من هذه التهدداءات والاعتداءات وأنه لن يسمح ببقائه في مديريات شبوه من جانبه أكد المبعوث الأممي على ضرورة مشاركة المجلس الانتقالي في العملية السياسية الشاملة مؤكدا على أهمية وسرعة تشكيل الوفد التفاوضي المشترك وقفت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع استثنائي لها برئاسة رئيس الجمعية اللواء الركن نحم سعيد بن بريك أمام الأحداث الدامية التي عاشتها مدينة كريتر وما نتج عنها من خسائر وبحثت الهيئة الإدارية الخسائر البشرية وأضرار الممتلكات الخاصة والعامة جراء تلك الأحداث غير المسؤولة من بعض العناصر المتمردة والخارجة عن القانون ودور اللجنة الأمنية ومحافظ العاصمة عدن والقوات المسلحة الجنوبية في درء الفتنة وحسم المعركة والسيطرة على المديرية وطالبت الهيئة الإدارية لجنة الأمنية بالتحري والوقوف بصرامة ضد عصابات التقطع داعية سلطات الأمن للضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه في زعزعة الأمن وإقلاق السكينة العامة في العاصمة عدن هذا وأوسط الهيئة الإدارية بإعادة النظر في مكونات مراكز الشرط وتأهيلهم لحفظ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم ترأس محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء الركن فرسر من البحسن بالمكلة اجتماعا للوقوف أمام التزام السلطة المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من الشقة في المملكة العربية السعودية لضمان استمرار المنحة واختال الاجتماع على فتى محافظ حضر موت لأنه قبل وتوقيع الانتفاقية الخاصة بالمنحة تم استدعاءه للرياض للتأكيد على استعداد السلطة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها لاستمرار المنحة السعودية معرجا على المرحلة الصعبة التي تعاني منها حضر موت والوطن عموما واشدد المحافظ البحسني على قيادة مؤسسة الكهرباء بالساحل بتكثيف عملية تحصيل الإرادات المحلية لاستهلاك التيار الكهربائي وتنفيذ حملات لمكافحة الربط العشوائي وتكليف لجنة من الأمن والجيش لتأمين وحماية فرق مؤسسة الكهرباء أثناء تنفيذ الحملات ضد المخالفين مبدئا استعداد السلطة بتحمل النفقات التي تصرفها مؤسسة الكهرباء في شراء الزيوت وحتى المحافظة الوسائل الإعلامية على رفع وعي المواطنين بأهمية سداد فواتير الكهرباء وتجنب الربط العشوائي حتى تتمكن السلطة من الإفاء بالتزاماتها للبرنامج السعودي للتنميات والإعمار هذا وتطرق اللقاء إلى جملة من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل مؤسسة كهرباء ساحل حضر موت سبقا استدعينا للرياض اجتماع خاص بهذه القضية وكيف المحافظات تفي بالتزاماتها تجاه تسديد التزامات عليها لكي يستمر هذا البرنامج وشدد المعالي السفير على أساس أنه ما لم تلتزم المؤسسات في كل المحافظات بدفع ما عليها من مبالغ لن يستمر واليوم وصلنا وكان في تهديد من تقطع هذه المعونة واليوم وصلنا إلى موقف صعب جدا أقولكم بصراحة إذا لم تتكاتف الجهود من قبلنا في محافظة حضر موت بل وفي كل المحافظات لن تستمر هذه المنحة اطلع محافظ حضر موت من أعضاء نقابة هيئة التدريس ومساعدهم بجامعة حضر موت إلى جملة من القضايا التي يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وأستمع المحافظ البحسني من هيئة التدريس إلى خطوات تعليق الإضراب لأعضاء الهيئة تقديرا للوضع الراهن الذي تمر به حضر موت والوطن عموما والاستمرار العملية الأكاديمية بشكل مستمر دون انقطاع في المحافظة حاثا إياهم على تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد في سبيل الارتقاء بأداء الرسالة العلمية بحثت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضر موت مع مؤسسة حضر موت للتراث الفني إقامة فعالية تكريمية لفناني حضر موت ومبدعيها بالتزامن مع احتفالات الدكرة الثامنة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة جاء ذلك خلال لقاء رئيس انتقال حضر موت العقيد سعيد المحمد برئيس المؤسسة عبدالله بوزير وأكلف رئيس انتقال حضر موت الإدارة الثقافية والمؤسسة بالتحضير الفعالية بالتأسيق مع الأطر الثقافية بالمحافظة مؤكدا على أهمية التحضير الجيد لهذه الفعالية والتأكد من حصر جميع الأذباء والفنانين والمبدعين لينالوا تكريمهم المستحق نظير ما قدموه خلال مسيرتهم الفنية من أعمال إبداعية في المجالات الأذبية والغنائية والفنية المتنوعة مشددا على أهمية الإسراء في إعداد الكشف بالمكرمين وتقديم تصور متكامل عن تكاليف الفعالية ومكانها وزمالها نفذ عمال وموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة بمشاركة ممثلين عن اللجان النقابية ومنظمات العمل والمجتمع المدني أربعة أشهر مرت منذ أن بدأ عمال وموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية بالإضراب عن العمل عقب التقيير لقيادة المكتب من قبل السلطة المحلية بالمحافظة بحسب بيان الوقفة موظفي الشؤون الاجتماعية والعمل الآن دخلوا في الشهر الخامس وما زالوا مضربين عن العمل ومطالبهم مطالب مشروعة ليس فيها وفقا لما جاءوا قانون الخدمة المدنية بتولي قيادة المكتب إذا وجدت الكوادر من المكتب دات خبرة ودات موحلات علمية أن يتولوا قيادة المكتب فيكونوا هم أساس في أن يتولوا قيادة المكتب هذه الوقفة الاحتجاجية سبقتها عدة وقفات قام بها موظفي المكتب تندد بالإقصاء الغير مبرر لكوادر المكتب والمخالف لقانون الخدمة المدنية وتعيين قيادات من خارج مكتب الشؤون الاجتماعية بحسب مطالب الموظفين يعني يحبين أن السلطة المحلية تنزل وتشوف أنه فيه خبرات فيه كوادر في المكتب فياريت ما يتم التهميش وفيه موجود كادر وفيه موجود من هذه الخبرة أن يقود المكتب بشكل أفضل بيان الوقفة حمل العديد من الرسائل التي وجهها المحتجون أولها للسلطة المحلية من خلال تحميلها تبعات الإضراب الذي أقدم عليه الموظفين نتيجة تجاهل مطالبهم وكذا تحسين أوضاع الموظفين المنتسبين لمكتب الشؤون الاجتماعية بيان الوقفة السلمية لموظفيه مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية كما دعا بيان الوقفة في رسائله التي وجهت لقيادة المكتب والاتحاد العام للنقابات واللجان النقابية وكذا منظمات المجتمع المدني والصحفيين دعاهم إلى الوقوف مع مطالب موظفي المكتب المشروعة والتي كفلها الدستور مؤكدين مواصلة برنامجهم التصعيدي والخروج في وقفة أخرى حتى تحقيق مطالبهم ناقشت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت مع عدد من تجار المواد الأساسية ناقشت عدد من السبل الكفيلة لإيجاد المعالجات والحلول الممكنة والسريعة المحلية والمركزية وتطرق اللقاء سبل الممكنة في توفير أسعار المواد الغذائية الأساسية بأسعار تناسب مع دخل الفرد والمستوى المعيشي الحالي للمواطن وأوصل لقاء توفير العملة الصعبة لتجار السلع الأساسية لتمكينهم من توفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة مع التأكيد على الانتزام التجار بالدورة المصرفية في بقاء العملة الصعبة متداولة داخل النطاق الجغرافي للمحافظة كما تناول اللقاء عددا من الإجراءات التي تشكل عائقا للتجار في استيراد السلع وتسهم في انخفاض الطلب مقابل العرض للعملة الصعبة هذا وأقر اللقاء عقد لقاء مشترك بين التجار والبنوك التجارية لتدارس آلية تسهيل الحوالات المالية والعملية المصرفية الخاصة باستراد السلع والمواد الأساسية تشارك بلادنا بجناح أحفاد سبا يحاكي المعرفة التاريخية للحضارات التي مرت بها في معرض إكسبو دبي 2020 الذي تنظمه دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى ستة أشهر التفاصيل في سياق التقرير الثالي أحفاد سبا بهذا الاسم اخترت بلادنا عنوان جناحها المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الذي بدأ في الفاتح من أكتوبر الجاري ويستمر حتى الثلاثين من مارس من عام 2022 ويهدف الجناح إلى استرجاع ما تم خلال السنوات الماضية وخاصة ما يتعلق منها بمرئيات التنمية المستدامة استنادا إلى تقاليد التاريخ والحضارات القديمة واستشرافا للمستقبل الواعد حيث قدم أسلافنا الكثير من الشواهد والمشاهد الدالة على صلاتهم العميقة بقوانين الطبيعة وميزاتها النسبية وحوافزها التنموية القائمة على فن تدوير القيم المادية والروحية مما هو معروف ومشهور في الصهاريج الطويلة بعدن وشواهق المنازل الطينية في شبام حضر موت وفن الترشيد واستخدام المياه في المدرجات الزراعية الجبلية وأنظمة الري العتيدة التي امتدت على ألاف الكيلومترات في بعض الوديان التاريخية الخصيبة وفن التعامل مع الاقتصاديات البحرية وغيرها من الشواهد كما تم اختيار كتاب الإعلان للعلامة صف الدين أحمد بن عبدالله السلمي الوصابي كتميمة لترجمة مفاهيم شعار الجناح وشاهدا كبيرا على فن تطويق المتناقضات والاستغوار في المصفوفات النابعة من تداخل الهيئات مع الأصوات ومعنى الانطلاق من الخوارزميات الرياضية الدالة على الصوت والصورة لتحقيق ما يبدو إعجازيا غائصا في الغموض ويعتبر إكسبو معرض يقام كل خمس سنوات في بلد مختلفة تتمحور الفكرة الأساسية لهذا المعرض هو تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف بلدان العالم وقد تم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة معرض إكسبو 2020 والآن مشاهدين الكرام نترككم مع إجواء الطقس وأسعار العملات في حضر الموت ختاب النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء رئيس الوزراء يستقبل في العاصمة عدن المبعوث الأممي إلى بلادنا الرئيس الزبيدي يؤكد بأن الانتقالي الجنوبي سيدافع عن الجنوب من اعتداءات ميليشيا الحوثي ولن يسمح ببقائه في مديريات شبوه محافظ حضر موت يترأس اجتماعاً للوقوف أمام التزام المحافظة من منحة المشتقات النفطية السعودية وقفة احتجاجية لموظفي مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضر موت بلادنا تشارك في المعرض الدولي اكسبو دبي عشرين عشرين مشاهدنا الأعزاء وصلنا وياكم إلى ختام نشراتنا لهذا اليوم ولمشاهدة نشراتنا الإقبارية يرجى زيارة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي المكلة تيفي حتى الملتقى دمتوا في حفظ الله ورعايته موسيقى